بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل حيث أعلن وزير التربية الوطنية عن عدم تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة وأكد أنه تقرر الاعتماد على المتعاقدين الذي قرر المرافعة من أجلهم لدى السلطات العليا من أجل إدماجهم فضلا عن الاستنجاد بخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لديهم الأولوية في التوظيف ونقلت المنظمة الوطنية لأساتذة التربية على لسان رئيسها محمد بوجمع شيهوب أن الوزير في معرض رد على مطلبنا بالإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين قال أنا سأرافع عن المتعاقدين اعترافا بجميلهم وسأفصل في الموضوع لاحقا وبناء على تقرير حول لقاء وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع سادر عن المجلس الوطني المستقل لمستخدمية تدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية فإنه بدعوة من وزارة التربية الوطنية وفي إطار التحذيرات تم عقد اللقاء مع نقابات قطاع التربية الوطنية بمقر الوزارة بالمرادية تحت إشراف السيد وزير التربية الوطنية وبحضور الأمين العام ورئيس الديوان وإطارات من وزارة التربية الوطنية تخللتها كلمة للسيد وزير التربية أشار فيها عفوا إلى أهم الاستعدادات التي تقوم بها وزارته للتحذير جيد بداية من توفير كل متطلبات إنجاح تطبيق المخططات الاستثنائية وتعهد بتخفيف الضغط على الأساتذة وهذا من خلال توظيف خريجي المدارس العليا وإمكانية اللجوء إلى الأساتذة المتعاقدين أما بخصوص مسابقات التوظيف فإنه لا يمكن إجرائها نظرا لذيق الوقت وبعدها فسح المجال لتدخلات ممثلين نقابات والتي بدورها قدمت جملة من الاقتراحات والحلول لتفادي الاضطرابات والاحتجاجات إلى هنا أكون قد انتهيت لا تنسوا دعمي بالضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهات لحظة نشرها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته